بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب عاملين ايه يا رب اكونوا بخير معكم مستر رحمة نادا والنهاردة ان شاء الله هنكمل اللي بدأنا المرة اللي فاتت طبعا نفاكرين كان بيتكلم عن ايه بيتكلم عن يعني التكاثر الجنسي والتكاثر اللي جنسي. احنا اخذنا اول نوع في الحلقة اللي فاتت اللي هو النهاردة هنكمل مع بعض تاني نوع اللي هو التكاثر بالتبرعوم اتفقنا? تعالوا نشوف بقى ايه القصة دي. قال لي اولا انا عايز اعرف هو بيحصل فيه. بيحصل في الكائنات وحيدة الخلية زي من اللي هي فطر الخميرة. وكمان بيحصل في في الكائنات متعددة الخلايا زي من? زي الهايدرا دي في الصورة اللي قدامكم دي. وكمان ده اللي هو الاسفنج بتاع البحر عارفينه? فاكرينه? خدنا في جريد فايف لو تفتكروا ما علينا انا عارف انكم مش فاكرين حاجة. طيب بيبقى تاني. الريبروداكشن باي بادينج. عايزين نعرف بيحصل فين? قلنا بيحصل في اليوني سيلولر ارجانيزمس زي ليست فانجس. وبيحصل في المالتي سيلولر ليفين ارجانيزمس زي الهايدرا والاسفونج. بيحصل ازاي? وايه هو? قال لي تعالا نقول الدفانيشان الاول. قال لي الريبروداكشن باي بادينج دوت. زي ما احنا اتفقنا. هو نوع من انواع التكاثر اللي اجنسي. زاد بروديوس نيو انديفاديوانزي. اللي بينتج افراد جديدة. باي فورميشن اوف بادز. عن طريق تكوين براعم. انزا بيرانت سيل في الخلية الابوية. طب يا مستر يعني ايه الكلام ده? يعني ايه? الريبروداكشن باي بادينج. انا لسه مش فاهم ومش مستوعب الموضوع. تعالوا مع بعض هنعمل اكتيفتي. هنستخدم فيها اللي هي فطر الخميرة. عشان نشوف ازاي الخميرة بتعمل اول حاجة هنجيب شوية مواد وادوات هنستخدمها. هنجيب قطعة خميرة. محلول سكر. مية دافية. طبعا عارفينه. شريحة زجاج. لولغطة بتاع الشريحة الزجاج. وكمان تيس ستيك اللي هو خلت سنة. طب هنعمل ايه دا كله? قال لي اد وان ميلي ليتر اف شجري سيليوشن. هنضيف واحد ميلي ليتر من شجري سيليوشن. محلول السكر. وان ميلي ليتر افورموتر. على واحد ميلي ليتر من المياه الدافية. تو ميلي ليتر افيس على اتنين ميلي ليتر من الخميرة. هنحط دا كله في طبق. ونتركهم في مكان دافي وضلمة العشر دقايق. وبعدين قال لي هات مقطة من المخلوط دا وتحطها على بعدين غطي الشريحة وحطها تحت المايكروسكوب وفحص الشريحة. قال لي ايه? ايه المشاهدة والاستنتاج اللي انا اطلع بيهم? قال لي هيحصل يعني فطر الخميرة اللي كان موجود في في العينة اللي قدامك هتلاقي بيحصله عن طريق البدنج. بص كده ادي الخلية الاصلية طلع لها يعني فيه يعني برعم هيبتدي يظهر على الجانب بتاع الخلية. وبعد كده النواة بتاعة الخلية صلى الله تنقسم لنواتين واحدة فيهم هتفضل في والتانية هتهاجر الى البرعم الجديد اللي ظهر دا. وبعدين قال لي يعني هيبتدي البرعم ده يجبر بالتدريج وينمو بالتدريج and remains connected to the parent cell. وهيفضل متصل بالparent cell until حتى it is fully growing. لحد ما ينمو بشكل كامل. then it may. وبعد كده ربما قدامه طريق من الاتنين. يعني يفضل يعني يفضل متصل بالخلية الابوية ويكون يعني مستعمرة. يطلع منها باد يطلع منها باد يطلع منها باد يطلع منها باد. وكلهم لازقين في الخلية الاصلية. او ان يحصل ان البرعم ده ينفصل عن البرانت سيل and become a new fungus ويكون فطر جديد لوحده. اتفقنا يا شباب. يبقى كل اللي انا هلاحظه من الاكتيفتي دي. اني اليست فانجس السيل دي حصل لها ريبرودكشن باي بادين. وكان قدام الباد طريق من طريقين. يقيم ما تفضل موجودة في البرانت سيل ملتصقة فيها او لازق فيها يعني. وتكون كلوني مستعمرة. يقيم ما تنفصل وتكون فطر جديد. ودي يا شباب الصورة بس على كبير شوية عشان تقدروا تشوفوها. واخدوا بالكم من الحتة الاخرانية دي عشان بتيجي في الامتحانات. يقول لك هيكون ايه? لو فضلت متصلة بالسيل هتكون ايه? هتكون مستعمرة. ولو ما انفصلت هتكون ايه? هتكون جديد. طيب. تعالوا نتنقل للموضوع اللي بعد كده يا شباب. اللي هو التكاثر عن طريق الانتشار الجرسومي او الجراثيم. طب دي بتحصل ازاي وفين وامتى? تعالوا نشوف. بتحصل في بعض الفطريات. زي البريد مول فانجس اللي هو فطر عفن الخبز. والماشروم فانجس اللي هو فطر عيش الغراب. كمان بتحصل في الصم الجي في بعض التحالب. في بعض ايه? التحالب. خليكم مركزين معي. طيب. كيف يحدث هذا النوع من التكاثر? اللي هو التكاثر عند الانتشار الجرسوم. قال لي امشي معي كده عشان تحفظهم وتعرف بتحصل ازاي? قال لي اولا الجرسوم اللي موجودة في فطر عفن الخبز بتبقى موجودة داخل عضو مخصص او عضو معين كده اسمه اللي هي الحويصلة. دي اللي هي حويصلة واحدة. لو انت عايز تقول حويصلات هتقول اسبورانجيا. ده الجمع بتاع الكلمة دي. قال لي لما الجرسوم دي تكبر وتصبح ناضجة. ايه اللي هيحصل? كل كيس او كل حويصلة من الاكياس اللي فيها. سبورز جرسوم هيحصل فيها رابتشار. رابتشار يعني ايه? قطع. and large amount او large number of سبورز عدد كبير جدا من الجرسوم is released. هينطلق في الهوا. هيطير في الهوا. وبعدين when the spores fall on a suitable environment? لما الجرسوم دي تسقط على وسط مناسب. زي مثلا اه ويتد اه بريد عش مبلول. they grow هتنمو. باي ميتوتيك ديفيجن. عن طريق الميتوتيك ديفيجن. to give new organisms وتديني. كائنات جديدة ليه فانجز جديدة. فطريات جديدة. identical to the parents'l. شبه الخلية الابوية. تعالوا نبص على بالرسمة بقى. قال لي ايه دي. قدامي هو. ده شكل. شكل. فطر عفن الخبز. ودي اللي هي الحويصلة. اللي مليئنا وطبعا اللي طير في الهوا دي هي الجرسوم نفسها. اول ما دي تسقط على زي قطعة عيش. هيبتدي يحصل لها ويحصل لها وتكون فطريات جديدة. اتفقنا يا شباب. لو اخدت بالك من اي عيش عندك في البيت. حصل له روتن. حصل له عفن. هتلاقي ان العفن ده بتبقى حتة صغيرة او كمية مش كبيرة. بس لو سبتها يوم او اتنين او تلاتة. هتلاقي عمالة تكتر. تلاقي كمية العفن دي بتزيد. صح ولا غلط? لو حد في كشافها او لاحظها قبل كده في اي عيش سابه برا التلاجة. طيب. تعالوا نكمل. طيب ايه هو بقى يعني بيحصل في بعض الفطريات وبعض التحالي. عن طريق انتاج الجراسي. متفقين يا شباب? ذاتس اوكي. نكمل. صح صحيين? ماشي نكمل مع بعض. قال لي في هنا بقى. تو كويتشنز. في سؤالين مهمين هاسألهم لك. what will happen? اتش سبور? give if it is placed on a weight break again. الا يحصل لو كل جرسومة وقعت او تحطت على عيش مبلول مرة تانية. قال لي يعني في فطرية جديدة هاتي تكون. هتعمل وتعيش. قال لي ده بالسؤال التاني. what is the type of cell division in this reproduction? ايه نوع التكاثر? آآ نوع الانقسام اللي بيحصل في التكاثر ده. قال لي ميتوتيك ديفيجن لان دوات اسكشوال. وكل الاسكشوال بيحصل بالميتوتيك ديفيجن. تمام يا شباب? يبقى احنا كده خلصنا تالت نوع. نفتكرون مع بعض. اول نوع كان خلصنا في الحلقة الاولى. تاني نوع اخدناه اللي هو التكاثر بالتبرعم. تالت نوع اللي احنا خلصنا دلوقتي اللي هو اللي هو عن طريق الانتشار الجرثومي او الجرسي. تمام يا شباب? نخش بقى على رابع نوع اللي هو التكاثر بالتجديد. ايه التكاثر بالتجديد ده? تعالوا هنعرف دلوقتي. قال لي الاول لازم تقول لي بيحصل فين? قال لي ات كيرز ان بيحدث فيه في الكائنات متعددة الخلايا. زي مين? قال لي زي الستارفش نجمة البحر. بتشوفوه انتو في المصيف? بنشوفه كتير النجمة اللي انت بتمسكها وتعمل تلعب بيها دي. قال لي طب how does reproduction by regeneration اوكي ازاي بيحصل reproduction من النوع ده? بص كده يا شباب. ده شكل الستارفش. الستارفش بيبقى فيها في النص كده حاجة اسمها central disk. اسمها ايه? central disk. وكل اللي حواليها دول arms. دي دراعات لي. دي دراعات ايه? بيقول لي by growing a cut of a part from the body of living organism by my toes division forming a new complete organism. يعني لو في دراع من دول اتقطع. وخرج بالسنترال ديسك. جزء من السنترال ديسك. هيكون كائن كامل جديد. ايه ده? يعني الدراع ده لو اتقطع. ومع جزء من السنترال ديسك هيكون نجمة جديدة او هيكون نجمة جديدة. وفي الحالة دي يبقى الدراع اللي اتقطع ومع جزء من السنترال ديسك عمل reproduction by regeneration. يعني التكاثر باعادة التجديد او بالتجديد. اعاد تجديد الكائن كله او حصل له وكون كائن كامل. اتفقنا? مفهومة الحتة دي. طيب. هتوضح اكتر في الرسومات اللي جاية وفي الشرح اللي جاية. قال لي بص كده هنقض على على ايه ده مستر? انت هنا قلت لي كلمتين. هو في فرق ما بين ريجين ريشن بس وريبروداكشن باي ريجين ريشن. او في فرق وركز معايا عشان تعرفه. الفرق هتعرفه من الصورة دي. دلوقتي لو الستارفش دي النجمة ده لوس اتس آر فقد احد الازرع بتاعته. والدراع ده كان في جزء من السنترال ديسك. هيعمل ايه? فورم نيو ستارفش. هيكون نجمة بحر جديدة. يبقى كده عمل ريبروداكشن باي ريجين ريشن. تكاثر باعادة التجديد. قال لي طيب. لو النجمة اللي تبقى. فقد الموجود كده. ناقص دراعة. هيعمل ايه? قال لي هيعمل ريجين ريشن. اعادة تجديد. هيجد الدراع تاني مكان الدراعة اللي تقطع. يعني النجمة هيطلع لها ادراع بدل الدراعة اللي اتقطع. الساعتها هيبقى عمل ريجين ريشن. اعادة تجديد. ما عملش تكاثر. لان التكاثر لازم ينتج كائن جديد. مين هنا اللي انتك كائن جديد? اللي النحية دي اللي على الشمال صح? الدراعة اللي تقطع. ومع جزء من السنترال ديسك. فده يبقى عمل ريبروداكشن. انما leak على يمين ده ما عملش ده عمل بس اتفقنا تعالوا بقى نشوفهم لما تفقد احد دريعتها قدامها احتمال من الاتنين يا تعمل دي يا تعمل دي بس كل عملية من دول لها اسم قال لي طب تعالى كده نعرفهم او نشوفهم قال لي بالنسبة للجزء اللي على الشمال يعني الجزء المفقود هينمو ويكون حيوان كامل بس ده بشرط لو كان معه جزء من السنترال ديسك يعني جزء من السنترال ديسك اللي في النص ده تقطع معا وفي الحالة دي هنسميها ريبروداكشن باي ريجين ريش تقول لي طيب في الحالة التانية قال لي the remaining part الجزء المتبقي from the animal من الحيوان ده او من الكائن ده form a new and this is known as re-generation يعني الجزء المتبقي هيكون جزء جديد مكان اللي تقطع وفي الحالة دي بقى عمل re-generation وهنا هنكتب the two definitions مع بعض عشان ما ننساش قال لي هنا المسينج part can grow forming complete animal وهنا remaining part can form a new one هيكون جزء جديد مكان اللي تقطع ودي the two definitions يا شباب عشان لو جالك scientific term يعني ايه reproduction by regeneration ويعني ايه regeneration reproduction by regeneration it is the ability of missing part هو قدرة الجزء المفقود in some living organisms في بعض الكائنات الحية to grow forming a complete organism انه ينمو ويكون كائن كامل identical to parental أو parent cell أو parent individual شبه الفرد الأبوي أو الخلية الأبوية بالضبط اما re-generation it is the ability of animal to compensate هي قدرة الكائن أو الحيوان انه يعود their missing parts الأجزاء المفقودة منه انتفقنا كده فهمنا الفرق ما بين الاتنين يا رب محدش يطلق بط قال لي خد بالك في نوت هنا بقول لك لو في السل بتاعت كانت في الخلية اللي هتنتج برضو هتبقى ليه ده نوع من أنواع الاسيكشوال ريبرودكشن وبيحصل بال فطبيعي ان الخلية الجديدة هتبقى شبه القديمة بالضبط والحد هنا يا شباب هوقف الحلقة وهتكون حلقتنا خلصت هستنىكم تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وتنضموا الجروب بتاعنا برضو على الفيسبوك عشان يوصل لكم كل جديد واللي لسه وانش اشترك في القناة ويدوس على دور الجرز عشان يوصلوا الدروس الجديدة وكمان تضغطوا لايك عشان تشجعونا ان احنا نكمل وما تنسوش الكومنتز كومنتاتكم بتساعدنا جدا يا شباب وكمان ما تنساش تعمل شير للحلقة لكل اصحابك وقريبك اللي بيدرسوا ساينس زيك عشان يستفيدوا زي ما انت استفدت واشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية اخر حلقة في منهج الترمي الاول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة